حلقة اليوم هي جزء جديد من سلسلة المسلسلات المنتهية تقريبا أكثر شي بأنسأل عنه في القناة لكن الفرق في حلقة اليوم سأتكلم عن مسلسلات المنتهية القصيرة مسلسل قصير يعني من موسم واحد بس سواء كان عدد حلقات قليل أو كثير لكنه موسم واحد وتنتهي القصة هذه الحلقة برعاية برنامج جوي تيفي برنامج جوي تيفي هي خدمة بث تلفزيوني عبر الإنترنت وتقدمنا قنوات تلفزيونية معروفة ومشهورة من غير إعلانات مثل MBC وروتانا خليجية والباقة العربية من OSN وتقدم أيضا 50 مسلسل رمضاني منها مسلسلات حصرية ممكن تتفرج على أي مسلسل في أي وقت وكل الحلقات من غير إعلانات لو حابم تعرف أكثر على الخدمة أو حتى أنك تجربها زور الموقع في خانة الوصف تحت سجل المعلومات حقتك بعدها نزل التطبيق على الجوال أو التابرت في حلقة اليوم سأعطيكم أربع مسلسلات قصيرة يلا نبدأ هذا المسلسل من 18 سنة 2017 من 8 حلقات وتنتهي القصة القصة حقيقية عن مجرم إرهابي أشتهر بالتفجير في أمريكا جنة الأمريكان والإف بي آي السنين يحاولوا يقبضوا عليه من غير فايدة القادمي كان شغاله مهتم بتفاصيل التفاصيل التي تجعله دائما مجهولة الهوية لكذا أصبح أيقونة أمريكية أيقونة في التاريخ الأمريكي غالبا تسمع حتى في المسلسلات أو حتى في الأفلام كلمة اليوني بومبر وبعد المسلسل ستعرف ماذا قصدهم باليوني بومبر وبعيدا عن الإرهابي سنتعرف على المحقق الذي يمكن أن يصل إلى الجنون المطلوب الهوس المطلوب التفكير المطلوب لكي يقبض على الإرهابي هذا كله على الرغم أنه لا يوجد أي دليل يجعله يتعرف على الإرهابي أصلا وهذا الجميل في القصة كيف المحقق يمكن أن يأخذ الخيوط واحد ورد ثاني أشياء غير منطقية أشياء غير مرتبطة لكي يرسم صورة الإرهابي بالكامل ويمصل له للمعلومية المسلسل من الحلقة الأولى سيوريك أنه ينقبض على الإرهابي يعني أنا لم أحركت عليك شيئا وهنا الجميل أنت من الحلقة الأولى عارف أنه ينقبض عليه لكن كيف؟ مسلسل جميل الأحداث فيه سريعة الأحداث فيه مشوقة ولو عندك وقت ستخلص تقريبا في جلسة واحدة 10 سلسل جميلة 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 واحدة جميلة 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 ثم كان هناك 9 هذا المسلسل من إنتاج سنة 2015 ومن ثلاثة حلقات فقط وتنتهي القصة هذا المسلسل مبني على واحدة من أشهر روايات للروائية البوليسية المعروفة أغاثا كريستي إذا لم تتعرف أغاثا كريستي هي تقريبا الأدمية التي بدأت كلها هي التي بدأت قصص الإجرام والغموض والجريمة بالطريقة التي نرىها اليوم وهذه الرواية بالنسبة لي أنا شخصيا هي أجمل روايات أغاثا كريستي وللمعلومية لو لم أغلطان هذه كمان أكثر روايات مبيعا لأغاثا كريستي رواياتها كلها زي القصة المسلسل تعتمد على الأسرار والغموض والجريمة دائما عندنا جريمة ونحن عارفين من ارتكبها وعلى مرة السنين كل رواياتها تقريبا تحولت لأفلام ولمسلسلات بما فيها هذه الرواية وعلى رغم أن قررت الرواية بالفترة طويلة وعلى رغم أن الرواية العمل منها فيلم ومسلسل قديم لكن اتفرجت عليها مرة ثانية بسبب الطاقم التمثيلي الطاقم التمثيلي تقريبا معروف حتى تعرف على الأقل ثلاثة وأربعة أشخاص موجودين في المسلسل القصة ببساطة عن مجموعة أشخاص ينعزموا على قصر في جزيرة معزولة وعندما يصل للقصر تصير جريمة قتل لكن لا يستطيع أن يخرجوا من الجزيرة لأنها معزولة كما قلت والحلو في الموضوع أنه تقريبا لكل متهم أنك لم تكن لديك فكرة من الذي تفعلها أساساً ومع الوقت ومع الأحداث تنكشف القصة قدامنا والجميل إنها ثلاثة حلقات أريد أن أخبرك شيئاً وهذا الأمر الأمر المهمية التي تسمعك في حياتك لا تتحدث عن أحد أحد أخر تقريباً أول مسلسل تقريباً يسلط الضوء على الجالية المسلمة في نيويورك في أمريكا القصة عن ولد أمريكي مسلم من أصول فاكستانية يتهم بجريمة قتل سيدخل السجن ستعيش معه حياته في السجن سترى كيف شخصية الولد تختلف تماماً كيف كان قبل أن يدخل السجن وكيف يصير بعد أن يدخل السجن والأهم من هذا القضية ككل كيف سيتم التعامل مين هو المحام كيف سيأخذ القضية وكيف سيستمر في المرافعة أساساً والمسلسل سيخرج من قوله قضية ومتهم المسلسل سيورينا العشوائية في نظام القضاء الأمريكي كيف أن العنصرية والمحسوبية جزء لا يتجزأ من القضاء الأمريكي والجدير يذكر أيضاً أن المسلسل من إنتاج HBO الشركة مبدعة في الأعمال الدرامية شخصياً هذا المسلسل كان من أجمل المسلسلات في 2016 بالمناسبة المسلسل كان من بداياتي على اليوتيوب أيام ما كنت أصور بكامرة الأيفون عملت على مراجعة مبسطة لو حاكمت تشوف الحلقة ستجد الرابط تحت هذا المسلسل من إنتاج سنة 2016 من 10 حلقات وتنتهي القصة المسلسل مبني على قصة حقيقية للاعب كرة القدم الأمريكية المعروف في فترة الثمانينات والتسعينات أوجي سيمسون أوجي كان من أكثر الشخصيات المحبوبة في أمريكا في فترة التسعينات مشهور ورياضي وغني ومن أصحاب البشر السوداء فمجتمع السود في أمريكا كان يعتبر أوجي سيمسون قدوة كان يعتبره قدوة لهم وقدوة لأولادهم كمان لكن في يوم من الأيام تصبح جريمة قتل في بيت أوجي سيمسون والتي تموت هي زوجته ومن هنا تبدأ القصة أوجي سيمسون يتهم أنه هو الذي قتل زوجته ومن هنا تبدأ واحدة من أهم القضايا في المجتمع الأمريكي إلى تقريبا كل الأمريكان تفرج القضية دي وتابعوها سواء كان على التلفزيون أو على الجرايد والقضية ستأخذ وقتها في المحكم سنرى شهود وأدلة ومرافعات وسنرى تمثيل جميل جدا من المحاميين والإدعاء العام لو أنت شخص من محبين المحاكم وقصص المحاماة المسلسل ضروري أنك تشوفه كل شيء تقريبا كان معمول صح والأهم أنه مبني على قصة حقيقية القصة جميلة والسيناريو الذي فيها مقنع ورهيب جدا غير أن الممثلين فيه كوكبة من النجوم سواء من نجوم هوليوت أو حتى من نجوم التلفزيون من سلسلة أفضل المسلسلات المنتهية في نهاية الحلقة يريد تشاركوني ما هي المسلسلات التي رأيتها من القائمة التي قلت عليها و ما هي مسلسلات ثانية تتمنى تكون موجودة في نفس القائمة كان معاكم ماهر موصلي شوفكم إن شاء الله لحلقة الجاية